على الصعيد الرسمي في محافظة المهرة افتتح المحافظ محمد علي ياسر مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق المدخل الشمالي لمدينة الغيظة وبتمويل من السلطة المحلية وقال بن ياسر إن هذا المشروع والذي تقدر كلفته بمليونين ونصف المليون دولار سيخدم المواطنين في مديريات حوف وشحن وحات بدوره قال المدير العام للمؤسسة العامة للطرق والجسور عوض أحمد قويزان إن إعادة تأهيل طريق المدخل الشمالي يأتي بعد دمار تعرض له بفعل إعصار لبان والذي ضرب المحافظة في أكتوبر 2018 أولاً نحن اليوم سعداء بافتتاح المدخل الشمالي لمدينة الغيظة وهو مشروع إعادة تأهيل المدخل الشمالي وبتكله بحوالي 2 مليون ونصف دولار وهذا بفضل الله ثم بدعم فخامة الأخ الرئيس عبد الربو منصور هادي ودعم الأخوة في الحكومة وهو تمويل المحلي وهذا وضع لبنة أساسية للمشاريع بالذاته شاريع الطرق اللي هي الآن مشروع الخط الشمالي هذا لمدينة الغيظة والجنوب من دخل الجنوب لمدينة الغيظة وإن شاء الله نستكمل الشوارع الداخلية لمدينة الغيظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر